جيمي قلتلي قبل ما نخش انه كولر طالب طلبات معينة من ادارة النادي الاهلي ومحتاج فيها الحسم قبل بداية الموسم ايه هالطلبات دي الطلبات كلها متعلقة بمعسكر الفريق تلات طلبات طلبهم كولر من ادارة النادي الاهلي من لجنة تخطيط كابتن حمود الخطيب بالتنسيق مع كابتن سال عبد الحفيز تلات طلبات محددين الرجل مش قابل التنازل فيهم رقم واحد المعسكر يكون في اوروبا تعرض عليه اكتر من جهة وهو حد الدول بعينة انه يكون متوجد فيها المعسكر فعرفت تماما وإدارة النادي الاهلي توجهت للشركة الرعية لانه موجود في العقد انه الشركة الرعية هي المتكلفة بمعسكر اعدادي للاهلي في بداية كل موسم فراح معماش نصاك والقصة لي الشركة الرعية شايفة انه التأشيرات والشينجن الامور هتبقى صعبة شوية فيما يخص اوروبا الراجل متمسك تماما المعسكر يكون في اوروبا رقم اتنين الراجل مصمم على انه يبقى عنده اجندة واضحة فيما بعد المعسكر انا هلعب ماتش السوبر الافريقي امتى هبتدي الدوري هنا امتى كل شيء متعلق فيما هو قادم بعد المعسكر عايز واضح عشان هيرتب معسكره على اساسه رقم تلاتة عايز على الاقل تلات مباريات متدرجة المستوى تلات مباريات من الاقل للأعلى واخر مباريات تكون مع فريق اسم كبير في الكرة الاوروبية يكون الدوري عنده لسه ما بدأش يكون الدوري عنده لسه ما بدأش ولسه في البري سيزن فالتلات طلبات دول الراجل غير قابل للمناقشة في اي حاجة والطلب وتناقشه معاه في اكتر من نقطة دول التلات طلبات بتوعه قبل ما الاهل ياخد القرار في اي حاجة تخصه معسكر الفريق